طبعا الدكتور عبد الله جزاه الله خير أبحر بنا في التخصص وكذلك الدكتور سيف الهاري جزاه الله خير أيضا أبحر بنا في الجانب النظريات والمعرفة وغيرها بحكم التخصص عندي سؤال يعني أظن الجميع هنا يعني يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون حافظا لكتاب الله وكذلك أبنائه أو أولاده يكونون حفظا أيضا أتصور هذا الجميع يعني عن الجميع طبعا النظريات في حفظ القرآن الكريم كثيرة جدا وبحكم التخصص تخصص الفيزياء يعني الفيزياء يفكر بطريقة مختلفة يعني لماذا هذا حفظ القرآن وهذا لم يحفظ القرآن يعني ما الأسباب يعني هل هو فقط إلهام من الله سبحانه وتعالى أو أن هذا الشخص مثلا اتخذ طريقة محددة فوصل إلى حفظ القرآن الكريم فبدأ التفكير بإدخال العلم في حفظ القرآن الكريم بطريقة تكون فيها حافظ القرآن لا ينسى القرآن الكريم والحمد لله بعد التقربة التي خضناها في منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم تقريبا ما يقارب أكثر من ستة عشر دولة ترجم إلى ثلاث لغات والآن تستخدمه كثير من الدول في حفظ القرآن الكريم كتب الله سبحانه وتعالى أن نخرج بطريقة أخرى وهي طريقة منهج القلاع الخمس بعد التقرب من مدارس الخاصة والمدارس الحكومية بأن يكون هناك منهج لخمسة أيام فقبل طريقة عمانية علمية لتحفيظ القرآن الكريم بداية ما هي أركان الحلقات القرآنية بالطبع أركان الحلقات القرآنية متعلم لا بد أن يكون هناك طالب والأمر الآخر معلم والأمر الآخر الطريقة بالنسبة لمتعلم والمعلم ذكر الدكتور عبدالله أنه لا بد من الشخص أن يأخذ هذا العلم من شيخ مثل يتلقنه أما المتعلم فهو الطالب والجميع لا بد أن يدفع بابنه إلى هذه الحلقات أما الطريقة وهي الطرق والطرق كثيرة جدا منهم مثلا في بعض الدول في تركيا مثلا لا يحفظون القرآن إلا بالطريقة العثمانية لا يحفظ القرآن إلا بهذه الطريقة وتأتي إلى دول أخرى يقول كل أحد يعني كما يقال يقول أن هذه هي الطريقة المثلة لحفظ القرآن الكريم